اشتركوا في القناة الرقي في كلامنا للأسف كلامنا احيانا بيبقى مليان مش تايم الفاظ مش ولا بد سخرية كلام مش لطيف وشوية شوية الكلام الوحش دو بيبقى جزء من منظومة الكلام والحوار بتاعتنا كلام بنقوله عادي والكلام اللي يحكم عليه عادي ومش عادي حاجات كتير من ضمنها البيئة اللي تربينا فيها ما هو مقبول وغير مقبول في المجتمع اللي احنا فيه دايرة العمل اللي احنا فيها وما هو مسموح وغير مسموح لكن برضو لو اعتمدنا فقط على ان في قيود خارجية هي اللي بتحدد كلامنا ايه الكويس وايه الوحش لكن لو اعتمدنا فقط على القيود الخارجية اللي بتحدد نقول ايه وما نقولش ايه فاحنا بنحط نفسنا تحت رحمة الاخرين اللي ممكن بثقافة القطيع ننساق ونتحول لكائنات فضة قللت الادب سخيفة حاجة كده يعني قميئة كده مقززة فعادت افكر قلت ازاي نرتقي في كلامنا الرقية في الكلام معناه نوعية الالفاظ اللي بنقولها ومحتوى الكلام كمان نوعية الالفاظ اللي بنقولها للأسف الحاجات مثلا اللي بنتفرج عليها فاكرين ايام برنامج البرنامج بتاع باسم يوسف كان بيتكلم ويستخدم الفاظ كتيرة قوي قوي وحشة مع انه كان قادر انه يتكلم بشكل كويس ولكن هو نزل مستوى وخلى مستوى هابط عشان يكتذب بعض الاخرين وعشان يزود كم السخرية مثلا برنامج زي قبلة فهيطة طبعا اللي بيعمل الشخصية دي اصلا راجل مش ست فطبعا يعني عامل كاركتر لست الفاظها سوقية تلميحاتها كلها وحشة كلامها وحش وطبعا لما بيجيبوا بقى الفنانين دول عايزين ينشهروا وينشهروا اكتر واكتر وبيندفع لهم فلوس عشان يحضروا البرامج دي فبينساقوا للكلام الوحش دو الافلام كمان الافلام اللي بنتفرج عليها انا لقيتني بقول بعض الافشات من افلام الكلام وحش مش لطيف اللي نبهني لده كان فيه فيديو صغير مصوراء انا وولادي واحنا بنتكلم وبندحك وسماعة نفسي وانا بقول جملة سمعناها اصلا في فيلم ايه ده لا مش مش لطيف خالص يعني مش الكلام ده مش حلو خالص برضو انا ووجوزي اكتشفنا ان فيه مثلا لازمة معينة برضو خدناها من فيلم معين وبتدينا نقولها لبعض فابتدت تبقى كتير اقوي بنقولها لبعضك ابتدى الموضوع الاول كهزار وبعدين ايه ده لا مش مش حلو لا كده مش ظريف فعشان كده عايزين نغربل شوية الالفاظ اللي بنقولها طبعا الناس اللي بتقول شتايم وبتقول شتايم قدام اطفال صغيرين طبعا لازم يسمعوا كان فيه نقطة على الفيسبوك على طفل راح الحضانة وهو صغير والمس بتاعته بتقول له اصل عبد الرحمن ده نوتي خالص تمام متخيلين اه تمام مكتوبة بستخيلوا التيتشر شكلها ايه وبتتكلم ازاي والولد رد عليها رد انا مش هقدر اقوله واو ايه ده ودي مفروض انها نقطة وبندحك عليها وكان فيه زمان واحد مع طفل صغير لما يبقى في مجتمع فيه كبار طف على انكل يا حبيبي طف على انكل فالرقي الكلام والتصرفات نشوف نوعية الالفاظ اللي بنستخدمها ونحاول نوجد لها بدائل يعني مثلا ايه اصل اتصل بيا وانا حلقتله مش لطيف مش لطيف خالص ممكن نقول انا طنشته ممكن نقول اه ما ردتش عليه اه لو عايزين بقى نزود شوية نقول تجهلته فنشوف ايه نوعية الالفاظ اللي بنقولها ونحاول كده نزبطها محتوى الكلام كمان المحتوى اللي احنا بنقوله من ايه حقات هل يها ايه حقات كده مش لطيفة يمسلا ايه حقات جنسية انتشرت اوي 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 النكت والهزار بالحاجات دي فافقد للأسف حاجات جنيلة في حياتنا ربنا خلقهالنا علشان تساعدنا وبقت مادة للتندر ومادة اللي يتكلم فيها بقى قليل الأدب اللي يتكلم يعني لخبطنا لخبطنا الموازين طيب احنا فين بقى من المجتمع الكبير أو اللي حوالينا كان زمان أحد الحكماء قال أنا كنت عايزة غير العالم لكن اكتشفت أن لو غيرت نفسي هغير أسرتي وأسرتي هتغير المجتمع الصغير اللي حواليها والمجتمع الصغير اللي حواليها يغير المجتمع الكبير دايما فيه كلاشهاد بتتقال ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك ده مش كلاشي آه نبدأ بنفسنا فيه ممكن حد يقول هو الطيب في الزمان ده بيكسب هو المؤدف في الزمان ده حد بيعمله اعتبار لا بيتعمله اعتبار لو أنت مؤدف فعلا لو أنت محترم فعلا في مجتمعات كتير وفي أحداث كتير شفت ناس عمري ما سمعتهم بيتلفظوا لفظوا وحش عمري ما سمعتهم بيقولوا كلام مش لطيف عمري مثلا ما سمعت جوزي بيقول كلام مش حلو عمري ما سمعت خالي بيقول كلام وحش عمري ما سمعت جوز خالتي بيقول كلام وحش عمري ما سمعت جوز عمتي بيقول كلام وحش الناس دي زي منها كتير وكل واحد فيه وممكن له قدر كبير واحترام كبير وتشوف رد فعل الناس معاهم فلان الفلاني الخلوق المؤدب الزوء كذا 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 الدفاع عن الحق مش محتاج قلة أدب الدفاع عن الحق محتاج ان انت تبقى زي المحامي العقر المحامي الشاطر عنده قضية انا عندي حق عندي قضية ايه الملابسات ايه الحاجات اللي معايا ايه الحاجات اللي مش معايا لو لازم الامر ان انت تدور على وسطة ساعدك او حد يساعدك مش عيب يعني مدام بتدور على حقك النقطة هنا انه يكون حقك كنت انا ووالدي في سنة من السنين في المستشفى تعب اوي 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 وجرينا به على مستشفى حكومي ودخلنا به لاستقبال وكان الدنيا زحمة جدا وناس كتير وكان في ممرضة مفروض انها تاخد عينات من كل الناس دي وتقيس الضغط لكل الناس دي وتعمل وكان فعلا كتير اوي عليها انا وقفة انا ووالدي على جنب فروحت لها وبادب لو سمحتي انا عارفة ان انت مشغولة اوي 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 بس انا وقفة انا ووالدي بقالنا فترة فقالتلي انا اول مرة شوفك عشان انا مش طاخبة هي ما شافتنيش بس لما كلمتها بادب وزوء قلتلي طيب حاضر انتو فين انتو هناك حاضر وجدت وعملت اللازم وعملت كل حاجة ومشيت لا طلبة رشوة لا طلبة اكرامية ولا طلبة احسان ولا طلبة اي حاجة بمجرد ان الواحد كلمها بادب وزوء مش مهم ده المهم اللي حصل بعد كده واحدة ستة كانت وقفة مع جوزها ستة كانت بتزعق وكانت بتتخانق فجات قالتلي انت عملتي ايه عشان تيجي تعملك الحاجات اللي ايه عملت هالك انت اديتيها فلوس قلت له والله العظيم انا ما ديتهاش فلوس فالستة وقفت كده سكتة قلت له ما انا عملتي ايه قلت له كل اللي حصل ان انا روح تكلمتها بادب وزوء الستة قالت كلمة غريبة قوي بتقول لي هونتي طالع مقدبة كده ليه فالدي كان قاعد على الكرسي العاجة قلت له عشان الانسان ده رباني كويس الستة طبعا مشيت بس انا لاحظت سلوكها بعد الحوار ده بيني وبينها انها هدية انها بطلت تزعق انها بطلت تشتم في المستشفى ومش عارفة وابو المستشفى وام المستشفى وكلام كده يعني ده الاسلوب العادي ده الطريقة العادية البالجر الطريقة السوقية ابتدت الدنيا تهدى في الاستقبال ابتدت الدنيا تهدى وابتدى يدخل ناس جداد ولما شافوا الدنيا هدية ما دخلوش بصخب زي الفترة اللي فاتت وابتدت الممردة تشوف شغلها كويس وتخلص الناس بسرعة ده موقف صغير لكن حسيت ان انا صح انا صح في تفكيري انا صح ان انا لو انا غيرت نفسي حغير الدايرة الصغيرة اللي حوالي حغير مش كل مرة حينفع التفكير ده بس اكيد في مرات حينفع تحدي الاسبوع ده ان احنا نبقى رقيين في كلامنا ان احنا نشوف الكلام الوحش اللي بنقوله وما نقولوش نشوف الشتايم الوحش اللي بنقولها وما نقولهاش ده خطوة الاولانية الخطوة التانية نشوف اللي بنتفرج عليه لو اللي بنتفرج عليه في كلام مش لطيف ما نخليهوش يعلق في دماغنا ونوجد له كلام بديل نشوف لكل كلمة ظلجر ثوقية مش حلوة كلمة بديلة بحيث ان احنا لما نزنق نطلع بقى من المخزون ونقول الكلمة دي بدلها الادب والاخلاق حلوين على فكرة وعمر الصحة ما بيتحول لغلط ممكن الغلط يسود الفترة بس عمره ما بيسود على طول جربوا التحدي ده وقلوا لي رأيكو ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة